نخش بقى في أخبارنا النهاردة حلقتنا النهاردة الأخبار سريعة شوية عشان نستقبل ديوفنا ندخل في الأخبار النهاردة الخبر الأول بيقول طبعا أن أكيد النادي الأهلي مقبل على مباراة بكرة مهمة جدا جدا في الدورة أمام ودي دجلة وزي ما قلت ودي دجلة من الفرق المميزة جدا ده طبعا في الأسبوع الـ 24 من الدورة طبعا فيلر المدير الفني للنادي الأهلي طبعا مهتم جدا بالمباراة وأعلن دلوقتي القائمة لمباراة بكرة طبعا أن احنا عارفين أن خلاص اللعبة كلها دفوا معسكر مغرط من النهاردة بعد التمرين طبعا القائمة بتضم طبعا محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ورمي ربيعة ياسر إبراهيم وحمدي فتحي مروان محسن وليد سليمان أيمن أشرف أليو ديانج زي ما احنا قلنا أليو ديانج بابينكو سين كده عشان الناس اللي كانت بتتكلم وبجي طبعا ومحمد مجد أفشا وأحمد الشيخ محمود وحيد وأحمد فتحي جونيور أجايي جلاردو ومحمد هاني وتلات لعيبة محمد شكري عربي بدر ومحمد فخري دول من اللعيبة اللي تحت السن طبعا يعني قائمة محترمة ودايما بقول دايما موجود تاني تلات لعيبة من قطاع النشئين العربي بدر اللعب آخر خمس دقائق في المباراة اللي فاتت لكن إن شاء الله يكون المباراة اللي جاية نشوف كمان أكتر من اللعيب في الفريق الأول نروح بقى من قرط القدم نروح للكورة القدم بستعايزين برضو مفكر الناس زي ما انت قلت يعني بين قصين إليو ديانج خلاص وصل مصر وهيلعب أساسي ودي برضو يعني واحدة من الشائعات اللي طلعت الفترة اللي فاتت واستغلت الوضع للأهلي فيه ليومين دول ودنيا ارتبكت بشكل كبير قوي وقال لك راحة ومش جاي وجودة النهاردة إليو ديانج وصل وبيشارك أساسي بكرة في المباراة المهمة مع ودي ديجلة شكرا